اشتركوا في القناة 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 خبرنا شوية عن هالنادي وشو عملته يعني هو اي ما تتأسس ولا اي فئة او لا اي درجة بين تمام هو النادي صار له مأسس من زمين بس احنا استلمنا ادارته من ثلاث سنين استلمنا ادارته انا ومعي اللجنة اللي هي معي فعلا يعني بوجه لتحية اليوم على كل المجهود وعلى الالتزام اللي برهنته خلالها ثلاث سنين النادي شبيب الرياضي هو نادي اول شي كان عصاعد ضيعة بس احنا حبينا انه نرخص هيدا النادي نعم هيدا الفريق عنا لانه فريق الكبار الهند درجة خامسة عنا الاندر ايتين وبوجه رون تحية لانه هيدول المستقبل وفي عنا الاكاديمي اللي هنه الولاد الصغار امكان فوتبول او باسكتبول فالحمد الله ميراي انه قدرنا نجيب الرخصة لكورة تستلي وفتنا بالاتحاد وبلشنا نشتغل تنخوض البطولة عن الملعب كمان نعم هلأ بخبريك عن الملعب للأسف اجت كورونا ما خلتنا نخوض البطولة لانه كان حلمنا نطلع درجة رابعة ان شاء الله هلأ نقدر بالنسبة للملعب هو كان اخر الانجزات ومن اهمها لانه لكيف كان الملعب هاك كان قبل والحمد الله بتعاون اهل الضيعة وبتعاون كل اللجنة وكل الافراد اللي معنا بالنادي قدرنا انه نعمل الملعب ويصير ملعب مرتب وملعب بليء بأهل ضيعتنا وبشبابنا وهون بس اسمحي لأشكر الناس اللي ساهموا يعني بدأ اشكر شركة ام تي سي سي بشخص مادام ندا ومسو ناديم هاشم يلي هن ساعدونا وصاهموا بتثبيت هيدا الملعب وبدأ اشكر كمان عمسو رولان هاشم وإلي هاشم وشركة برو يلي هن عملوا سبونسرشيب كمان أو ساعدونا وكثير افراد ما فينا عدن ميراي يلي ساهموا ان كان معنويا وان كان مديا وان كان بالوقت لانجاح هيدا المشروع صحيح وهيدا ملعب عم تقولي انت عصائي الضيعة يعني عادة الملاعب اللي بتكون بالضيعة بتكون صغيرة يمكن منا مجهزة يمكن منا مرتبة بالعكس عملتوا انجازة كتير حلو اكيد منتمنى لكونتوا فيه بس انا عندي سؤال نشاطات صيفية عادة كورونا وقفت كل النشاطات لنا سنتين يعني فيش نشاط صيفي هلأ للفريق اكيد نحنا هلأ اول شي عنا هدف تاني هو تثبيت الاسم التاني من الملعب اوكي وانشالله انو نقدر نقامل له البجت ونقدر نكفل مدرجات هيك بيكون خلص الملعب كله سوا اكيد عنا نشاطات كتير الاكاديمية عم تفتح تفتح بويبا بكرة من الله راد عنا تقريبا اربعين لخمسة واربعين ولد بالاكاديمية بين فوتبول وباسكتبول مين بيدرب هون مين بيدربون في عنا مدربين معتمادين كمانا كلهم سورتيفايد منهم وجه له كتير تحية للكوتش هادي هدوان لانه عن جد بشكره على كل المجهود وكمانا فيه كوتش الي هاشم يالي كان له دور كتير كبير بالاندر ايتين بالباسكتبول قدي حلو انه تهتموا بالرياضة يعني وخاصة للجيل الجديد يعني لانه مثل ما قلت حضرتك انه هن المستقبل نعم واول شي هن بيلتهوا يعني بالرياضة احسن ما يروع على شي محال تاني يعني كتير مهم اكيد هيدا كانت رسالتنا من الاول وهيدا كان هدفنا انه عن جد نكون عم نأمن للشباب اذا بديك مصدر هالتي يعني صحي رياضة جو رياضة يقدروا يكونوا عم بي عم بيحطوا كل الانرجي تبعيتهم فيه تما يروحوا يلتهوا بقصص تاني وبتارك اليوم الاجواء الموجودة يعني ما بدنا اولادنا ينجرفوا لا اشياء لسماح الله تكون منا منيحة ففضلنا انه عن جد يكون عندهم هدف بالرياضة ومشان هيك انشالله انه نحنا على الخطة الصحيحة تنتدرج بهيدا النادي على امل نوصل للدرجة التانية والاولى انشالله يعني انشالله نسرين قبل ما يخلص لقاءنا معك شو بتحب تواجه هيك يعني للمرأة لانه اكيد نحنا بهمنا دور اكيد بهمنا دور كل الرجل والولاد والبنة بس اكيد المرأة لانه نحنا دايما من الدعمين لا اكيد انا بقول له وسائب حالك واكيد بتقدر تعملي كل شي انت عبالك تعملي يعني ما تقولي ما بقدر وما تقولي هيدا القدر وما تقولي حظ هيك لا 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 انت قادرة تغيري كل الظروف انت قادرة تغيري كل المعايير اللي حدك اذا انت بديك وسائب حالك وقولي بدي وصدقيني بتلاقي كتير ناس يساعدوك تتحققك الاهدافك انشالله بس قبل ما نختم معك اللي حبين يتسجلوا على الفن او التدريب والتنمية الذاتية ووين فيهم يتصلوا ووين ما كاتبكن بلبنان نحنا ما كاتبنا على ميرنا شلوحة بس نحنا منتواجد بين لبنان وبرات لبنان ففي عنا الايميل يلي هو موجود بالويب سايت اذا بيفوتوا لودستاركوتشز دوت كوم بيلاقوا كل صبل التواصل معنا حتى ارقام التليفونات وحتى اذا بيحبوا يتواصلوا في رقمنا يلي هو دايما موجود وخاصة على الواتس اوب يلي هو بحب اقوله على الهواء اكيد تفضل 03-763-463 نسرين ياريت الوقت اكتر انا جدتو كنا استفدنا اكتر من خبراتك انا بدي اشكرك لحضورك اليوم بتمنى لك كل النجاح والتقلق دائما شكرا شكرا اهلا وسهلا فيك بماريام تيفي شكرا لقليك ميراي وثانكيو لماريام تيفي اهلا وسهلا مشاهدينا بريك قصير ومنتابع شكرا